أول شيء افتحوا الباب للأولاد أن هم ييجوا ويصرحوكم وعشان كده أنتم على طول حسسوهم بأن هم عندكم تقبل ليهم مهما كانت الحال وأنتم بتقول لهم ده قولوا لهم أن ده مبني على قاعدة أن أنا بحبك لأنك أنت ابني أما الأخطاء اللي أنت بتعملها أنا ممكن على فكرة لازم تتوازن وأنت بتكلمه أما الأخطاء اللي أنت بتعملها أنا ممكن أرفضها لكن ده ما يعنيش أن أنا برفضك أنت الولد لما يتعلم ده من هو صغير هيتزن في كتير من الناس وأما عشان ما تعلموش اللي احنا بنقوله ده اتكلموا بكلام الأولاد حسوا أنهما بيرفضوا بيرفضوهم أما نفسهم فالولد وصل لأننا مع ما عامل خلاص أنا مش مقبول لازم تعلموهم أن أنتم متعلمين ده من الله سبحانه وتعالى عندما يقبل العباد الذين يصرفون على أنفسهم وكمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقضي وبيحكم وبيقرر بالمحبة للشخص اللي هو مرتكب للكبيرة ومرتكب للمعصية الأمر التاني لازم تقولوا لأولادكم وهم بيحاولوا يعملوا كده أن أنتم داعمين لهم وأن أهم وحبكم ليهم ما تأثرش بالعكس اهتمامكم بيهم عايزين وليس مراقبتكم ليهم آه دي فرق مهم جدا جدا ما تجيش تقول لأولادك أن أنت مراقبتك هتزيد ليهم لكن قلوا أن اهتمامك هيزيد بيهم لأن في كتير من الأحيين أولادنا بيروح ويدمنوا المعاصي عشان يشغلوا فراغ عدم الاهتمام بيهم وبعض الأحيين بيعملوا الأخطاء وبيعملوا المعاصي عشان يلفتوا نظرنا إليهم وعشان كده احنا محتاجين ببساطة خالص بعد ما نقول لهم ونفتح لهم الطريق ونقول لهم أن احنا متقبلينهم كأولادنا وأن كنا رفضين المعصية نقول لهم كمان احنا مستعدين أن احنا ندعمهم في خطة التغيير دي الأمر التالت أن احنا نقول لهم بشكل واضح أن احنا مش هنرائبهم لكن احنا نعمل ايه عن ندعمهم ونساعدهم الحاجة اللي بعد كده والحاجة الرابعة اللي احنا نعمل ايه نطرح عليهم سؤال ونطلب منهم أن هم يحطوا برنامج للتخلص من الحاجات اللي زي دي ونقول لهم أنتوا محتاجين أن نساعدكم في ايه في الحاجات دي ومسلا واحد يقول لي أنا محتاجك أني انت تساعدني أنت صحينا صلي الفجر أنا محتاجك أني انت تساعدني لما تلاقيني بكلم فلان تمنع من إن أنا نكلم فلان أنا عايزك تساعدني كذا 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 ولما نيجي نطبق ده ما نطبقهاش باعتبارنا مراقبين لكن باعتبارنا مساعدين ونتكلم بشكل من اللين عشان أولادنا تستقر وما ننساش أبدا أبدا إن أولادنا في طول الوقت محتاجين يبقوا قريبين من حكتين محتاجين يبقوا قريبين من التأمل والتفكر والحياة التانية يبقوا محتاجين دايما يكونوا قريبين من الزكر عشان يدخلوا في ساحة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هبا إذن احنا محتاجين ان احنا نسير في هذا الطريق نسير في طريق ان الله سبحانه وتعالى معانا ان الله سبحانه وتعالى مددنا لازم نربي أولدنا على ده على ان ربي أولدنا على ان احنا بنسير الى الله سبحانه وتعالى معما اخطأنا معما سرنا في الطريق معما تعثرنا لكن ربنا سبحانه وتعالى معانا أولادنا المراهقين محتاجين ان هم يعرفوا ده عشان فترة التحولات دي تكون تحولات بالله ويعرفوا ان هم لما يتغيروا ويبقى ليهم شخصيتهم ان اللي يبني لهم شخصيتهم دولة معهم هو الله سبحانه وتعالى وان اللي دعمهم دعم كامل هو ربنا ورددوا على أولادكم دايما ان هم عايشين في مدد ربنا وان هم مش لوحدهم وان الله سبحانه وتعالى دائما يأخذ بأيديهم يا رب اجعلنا دايما نكون سبب من أسباب هداية أولادنا ويا ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الفتح والتوفيق والسداد يا رب العالمين اكرمنا بمددك واجعلنا دائما سندا لأولادنا وباب من أبواب الرحمة عليهم واجعلهم يا ربنا في رحمتك وفي خيرك وفي جمالك يا رب العالمين يا رب عالمين